اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والان تستطيع امتلاك هذا السبينر رائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن قم بخلط السكر مع الماء مع اللون الأزرق وقم بتسخينهم حتى يغلوا بعد ذلك قم بصب الخليط الناتج في نموذج بالاستسينة وضع واضع الكرة في المنتصف والآن قم بإضافة قلم الرصاص المذيء بالأشعة الفق منفتجية لتخلين اللون بشكل لا يصدق ثانيا سمينر متعدد الأحجام فقد ما سنحتاجه في هذا السمينر هو واضعا للكرة ولكن بأحجام مختلفة ويمكنك شرائه بكل سهولة من المحلات المتخصصة في تصنيعه بعد إحضارك لهذا الواضع قم بتركيب أكبر ثم الأصغر حتى تحصل على هذا الشكل الذي لا يصدق وهو أسرع من الاسمينر العادي وبالطبع ستندهش من إمكانياتها الرائعة فيمكنه دوار المدة أكثر من 9 دقائق مستمرة بسرعة كبيرة 1- اسمينر النحاسي سنحتاج إلى أنبوب صغير من النحاس واضعا للكرة غراءا قوية أداة قطعا لتقطيع الأنبوب قم بقياس واضعا للكرة وإقطع الأنبوب على نفس الحجم ليكون متساويا قم بحق الأجزاء المتقطعة لكي تلمع بهذا الشكل قم بتجميعهم على شكل سداسي واربطهم بسلك لكي يتم لحامهم جيدا ويمكنك أيضا لحامهم بواسطة غراء قوية فهذا خيارك أنت إذا كنت تمتلك الكثير من واضع الكرة يمكنك وضعهم بجميع الفراغات وتشكيله على حسب ما ترغب هذا الاسمينر الرائع يمكنه الدوران لأكثر من دقيقتين بكل سهولة والآن قد حصلت على نماذج رائعة من هذا الاسمينر أرجو أن أكون قد وفيت في تقديم المعلومات المفيدة لك ولا تنسى دائما لا تكون كالأغبياء الاسمينر صنعا للاستمتاع به وليس لفقد عينيك إلى اللقاء إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك وقم بالاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر